اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسعان والنجم والشدر يسجدان والسماء رفعها وضع الميزان ألا تتغو في الميزان وقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الدرزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة نخل ذات الأكهام والحب ذو العسل وفي حريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب البشر قين ورب المغلبين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يضليان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما المن والمغجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولغ الجواري شآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك من جلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوة والأرض كل يوم هو فيه شآت فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها السقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا بعشر الشعر والإنسين استطعتوا أن تنتفزوا من أقطار السماوات والأرض فانفزوا لا تنتفزون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواد من نار ونحاسم فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقشت السماء فكانت وردة من كذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عمزم به سنس ولا جنجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسي ما هم خيخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتنفون بينها وبين حبيب الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جهنمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة